السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام اهلا مرحبا بكم بسم الله وصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين ان شاء الله النهاردة هنتكلم عن رؤية الرؤية دي يعني مهمة جدا وفي نفس الوقت مقلقة جدا زي رؤية التبول في المنام ناس كتيرة جدا بتشوف الرؤية ديت وناس كتيرة جدا بتقلق من وضع الرؤية يعني بيبقى لها أوضاع مش كويسة عزاكم الله فبالتالي ممكن تقلق ولكن عموما التبول في المنام في جزء كبير جدا بيكون مبشر هنتكلم أخواني العزاق عن رؤية التبول بالتفصيل وإيه معنى رؤية التبول في المنام مثلا للفتاة العزباء أو المرأة المطلقة أو المرأة المتزوجة أو الشاب أو الرجل ومعنى التبول مثلا داخل المنزل وخارج المنزل داخل الحمام وخارج الحمام طبعا بكلها دلالات مهمة جدا هنتعرف عليها بالتفصيل ولكن قبل ما نخش في تفاصيل الفيديو أحب عليكم يشتركوا في القناة وفعلوا زر الإشارات ليصلكم جميع الفيديواتنا باستمرار أول حاجة يا أخواني العزاء لما الشخص يشوف نفسه بيتبول في المنام ممكن إشارة إلى وجود توتر أو إشارة إلى وجود كبت أو إشارة إلى وجود ضائقة مادية أو ضائقة معنوية يعني الشخص بيكون متضايق نفسيا أو متضايق معنى ماديا يعني عنده قرب مثلا في موضوع الأموال عليه ديون مثلا طيب لما يشوف نفسه بيتبول التبول هنا ممكن يرمز إلى الفرج بإذن الله وإن الشخص مثلا هيتخلص من الشيء اللي مدايق سواء إن الشيء ده زي ما قلنا ضائقة مادية أو ضائقة معنوية حاجة خنقاء وفي كبت عنده طيب لما نشوف إن الشخص بيتبول خارج المنزل مثلا برا منزله التبول أخوانا عزائق خارج المنزل إشارة مهمة جدا للمرأة عموما أو المرأة التي تريد الزواج أو تبحث عن زواج زي الفتاة العزباء أو المرأة المطلقة بمعنى إن ممكن واحدة تلاقي نفسها بتتبرز أو تتبول في منزل آخر غير منزلها طيب ده يرمز لإيه؟ للعزباء يرمز إلى الزواج وللمطلقة أيضا يرمز إلى زواج ويرمز إلى انتهاء هم أو انتهاء فترة صعبة في حياتك بمعنى إن فيه أمور صعبة أمور متخلبطة في حياتك أنت عاوز حاجات معينة أو أنت عاوز حاجات معينة وفيه أمور معينة مثلا مش قادرة تخضي فيها قرارات والحاجات دي فبالتالي رؤية التبول خارج المنزل ممكن تكون إشارة إلى انفراجة قادمة في حياتك في الفترة القادمة يعني من ناحية الزواج من ناحية قرارات معينة أمور كانت متعطلة هتتيسر إن شاء الله الزواج مقياس بسيط ولكن فيه أشياء أخرى كتيرة جدا غير الزواج وطبعا زي ما قلنا كل شخص حسب يعني وضعه حسب مكانه كمان حسب الحالة الاجتماعية اللي بيعجي ده بالنسبة للتبول خارج المنزل كمان الرجل لما يلاقي نفسه نواب يتبول خارج المنزل ممكن إشارة إلى شغل في مكان آخر أو عمل في مكان آخر أو إشارة إلى سفر لو هو مثلا بيلاقي نفسه في دولة مختلفة أيضا أخوان عزيزي رؤية التبول داخل المنزل بقى بدل على انتهى فترة من المشاكل بداية مرحلة جديدة ممكن كمان إشارة إلى آآ انتهاء هم أو انتهاء قرب طيب فيه ناس بتشوف نفسها أن هي بتتبول داخل المنزل أعزاكم الله ولكن بتلاقي المكان اللي هي بتتبول فيه مكان يعني أعزاكم الله كله قذرات وأوساخ وحاجة زي كده فبالتالي هنا الرؤية بتنعكس خالص من ناحية الفرج وناحية الهم وبنقول أن الشخص اللي بيشوف الرؤية ديت إشارة إلى وجود المشاكل ووجود أمور سيئة في حياته أعزاكم الله الأمور السيئة ديت زي ما قلنا ممكن يكون أموال بيتحصل عليها من مكان مجبوه ده لو راجل مثلا وعنده تجارة وعنده مشروع أو عنده شغل معين آآ ممكن تكون إشارة إلى وجود خيانات وحسد وسحر أعزاكم الله أتمنى أن الفيديو يكون عجبكم لا تنسوش تشتركوا في القناة وتفعالوا زر الإشارات لأسركم جميع فيديوهاتنا باستمرار وشكرا لكم على المشاهدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته